محامد الخامس بعثين واحد في الذهاب لفائدة الاهلي المصري وهدف الوداد اللي جاء في دقيقة 86 هدف ثمين مش يكون عنده وزن كبير في مباراة الاياب وعطاء امل وشحنة للاعبي الوداد يقال في مصر انه تعيين باملاك تسيمة الحكام الاثيوبي لان الحقيقة نرى انه ممكن افضل حكام في افريق باملاك تسيمة فيزيكمو اه ديما موجود في البلايس الكل قرارات وصحيحة يرجع يرجع يعني في تعامل مع اه مع غرفة الفار وكل معني باملاك تسيمة لحقيقة خبرة اه كبيرة شفناها في كل المحافر الدولي حاضر ريدا عبد العال مثلا البارح في اه احد البرامج المصري شبيك تتحكي محمد ريدا عبد العالق شبيك تتحكي شبيك تتبسم تتبعوا بقدي ولا تتحكي البارح انت لا انتبع انتبعت اه اه اخد ريساء عبد العال معناها مدير كل عقلية ما فيها وعليها ارى فهمت تشوف تحاليل امتاعه ومعناها شو همتلك التصريح هنا لا هبت 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 تحاليل امتاعه ومعناها يعنف الشو بالعاني باش يجيب للا كيفاش قولوها لايكات يسب المشاهدة معناها بالضبط خطر يقول في حاجات راهو متاع واحد مش فيه موقف واضح واضح به ريدا عبد العال قال انه الجمهير قال لنساوي اللقب راهو اللقب اه ماشي للوداد وماشي للمغرب اه قال الوداد عنده فوزي لك جعلية قال له البارح انا تسنى بيس اني على تصريحاته سيد ريدا عبد العال لعب الزمالك ولعب الاهلي ولعب المنتخب المصري السابق معنا كارير مسيرة ريدا عبد العال نسمع التصريح وشنو قال فيما يخص اه تعيين تاسماء وشنو قال زيدا عنا فوزي لك جعل يعني هو القالي رايح كسبان يعني هو رايح كسبان ولو حافظ على إباك بتاعته نظيفة يكسب البطولة وهو رايح بميزة انه واحد صفر احسن من صفر صفر يعني هو فرق واحد احسن مايروح كان صفر صفر جاب جون خد البطولة واخد ده لحضرتك فهو لقف فيه يعني هو رايح بميزة رايح بمعنويات النور الفريقين كسبان احسن ما كان ماشي متعادل من هنا فكان الامور اتبقى اصعب من كده بكتبه انا بتكلم على فوز الاتشاء عشان دلوقتي هو اقوى راجل في انا ما قلتش ان فوز الاقشاء هيكلم الحكام او ان هو هيشتري الماطق ما قلتش الكلام ده هم بيحورازة هم عايبيه انما انا قلت فيه فوز الاقشاء يعني خلي بالكم ان فيه اقوى راجل دلوقتي في الاتحاد الافريكي موجود دي حاجة تاني حاجة ان كان فيه مشكلة بينه بين بملاك ده وكان لما كان متك رئيس نادي الوداد وتخاني معاه فانا بنبه المسؤولين ان هم مات يعني الحكم ما توفقوش عليه ايه المشكلة هو النادي الالي ده مش مصري وانا مصري فانا لازم اقول اللي عليا ل ان انا راجل بحلم وبياخده كلامي مصدر ثقه خاصة ان البملاك تسيما معروف عليه النازيهة يعني ماشي بس فيه اخناق بينه بين رئيس اللوداد تلات سنين بس خلاص طيب ببعد عن الشبهات طيب جال حضرتك وبعدين سمعنا كمان ان هو ايه اخر مباراة وهياني اعتزاله انت ضامن ان هيحصل ايه طيب ما تبعد خالص عن الشبهات دي اتوهاد حكم تاني استوزل افشع من السنة اللي فاتت واللي ابيع عملين نشيد بيه راجل جاب نهائي الكنفيدرالية عنده وافري اللي حصلت التفرة في الكرة المجربية كان هو وانا لما اتكلم عنه كويس كله يسكت ولما اجا اقول ان يا نادي اهل خلي بالك عشان في مشكلة بينه وبين الحكم ده واملوا احسابكو احتياطاتكو انا كده غلط بس خلاص انا احق النادي الاهل علي ان انا انبهو خلي بالك ان الراجل ده كان في مشكلة من ثلاث سنين بينه وبين الحكم خدوا احتياطاتكو ايه المشكلة تصريح رضا عبد العال سجلة معه اه معدل برنامج منظر مساعدية شكرا اه ليك به اه رأيك في التصريح اللي قال انه اه فما اه خليف كان بين تيسيمة وفوز اللاججة وهذا يثير الشبهات معنا تعينه يثير الشبهات وعليش تعين بملك تيسيمة محابكو وني قد كمين احنا يعني نتبعوا بارشة للشمبيونز ليج افريكان وشرتوه معناه الماتش كبار معناه بملك تيسيمة نتصور اه احسن حكم شد مقابلات شوك في الكوب ده افريق ومن انظف الحكام اللي يخدموا في الواحد وكيما قلنا الماري فاترة والي علي من مصري دي ما يحب يركز على على حاجات بشي بشي سخن لاجواء وبشي حتى الاربيتري يكون ناوي حاجة يولي يبدل اه ونقول لك اذا عبد العالم يعني نتصور بملك تيسيمة معناه عن الخبرة الكافية بش يتفادى اه يسمع عشنو يتقل عليه في العلم نتصور راو راو كنسنتري على الماتش لانو فما انجو كبير في المباراة لك لكن الكلم اللي قالوا اي من في مخص فوزي لقجع موش غالف معناها من اقوى ما فما في افريقيا معنا المسؤول ممكن للاقوى هيدا ليه ما هو تاريخ ويحكا ليه في الكهارف وفي غيره ما نعرفه فوزي لقجع موش ناوي كيف ونهف البركين نعرفوه كيفية طلعت معنا الفريق ما كنش نعرفوه فشأة نطلع ولا يز في المطهولات وفي الافريق ويرعب في الادوار النهائية وغيره رغم اللو فريق راو عندهم ما يقول في روح وما تعدوا بلاعبية ممتازين وغيره نحك يخدم في بلاده ويخدم في الانديا المغربية ويخدم في بلاده ويخدم في المنتخب ويخدم في مطالح الانديا معك ماك ايه ربي ما قلتش ايه 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 انا نصفق نصفق على اي واحد يخدم البلاده ولا الجمعيته ولكن زدك يجي ضد هنا ونجم ننتقدك ونجم نخرج لك العوارم تاعك اللي موش رياضي كما قلت انت الكوالي صغيره الباقي كله صاحة وبشفاء وان شاء الله اللي كيف كان عليين ولكن اللي حبين تقولو لك اللي راو في كل راو حرب اعلى مية معنا باملاك من احسن ما فامة ما تنسوه حتى كان جاي كلينة كان جاي مازال يمارس وجايبوا كلينة في الفينال راو قالوا كلينة في النتيجة النتيجة متعلالية لو كانوا فاتني بلايش ذهيب را ما اسمع ليش تصريع ذي وراهم يحتفلوا وراه عب العارة وقال اللي اللي لازم المحافظة عن نتيجة راو حكيش على ربيت الجمل ولكن تو عادي حرب العالمية وكي ما قلت دي حتى كي ما يخلطلوش الكلام باملاكة سماء ما مخصين حتى شي هما يجربوا يقولوا يبعثوا التنسيون ذي والبريسيون ذي فماش ما تختف كي ما نقولوا نطايش لمصون ونشوفش بشياتي دون كذا كلوا راو كلام وباملاكة سماء من احسن الحكام في افريقيا و منتصور عن جدارة موجود في الفين المهوش معاتها من اجل مهمة موج محطوط من اجل مهمة ما ولكن عن جدارة به هذين فيما يخص التحكيم باملاكة سماء والنفوذ اللي تمتع به فوزي لقجع صلب الكاف وفي القارة الافريقية فوزي لقجع اللي لحقيقة كل المغربي عرفت معها الثورة بون صحيح قوي فوزي لقجع لكن مثلا فيما يخص التراجي والويداد وقتها ما نجمع شي ما بوم شيت للتاس شيت للتاس شو نفوط في البلاد وفي التاس وعليش عن مشوة التاس هي اخر اخر مجال استمرارات شوفنا البركورة في الويديد فى الشامبيونز ديقي هذا فييهك Ajani حتى مرة حاجة ولا كارثة حتيمة ولا merci تحكيمية متحقي من حل когда عمرا مع سانداونز آلاوز رتور و lion's hand down فى ورقة عليها فلalie معنا poke ورونه كان وكان سانداونز فى فوري ولويديد ربحت بذراحة هلاط يا لأيي لإ terme liberalsي لتقرع لتت تسمل بالضبط واضح. فما سورة نريتها المدرب فندر بروك وليد الرقراجي. حكيو شوية هكا من عرش كنعان السورة نجمو ان نشوفوها في الإكران. فندر بروك يجتمع بالرقراجي ودفع معنوي كبير. تحس الناس كل في المغرب متجان دورة الويداد. معناه الناس كل تخدم في مصالح الويداد. محمدك اولي. اكيد امين نشوف الويداد شورتو البريود اللي تعدت بها مع غاريد وكانت فاهم بارشة مشاكل بين الفستير والمدرب. والقوة الفندر بروك انو كيجي عمل لونانيميتي ديريكت مع جوارات. في وقت قياس. في وقت قياس وكان قريب بارشة من اللاعبين حط تحسل معناها في الاسبري وفي الروح اللي لعبت بها جوارات الويداد. واذاك اللي خلى الجو الجو يركح وخلى النتاج تتحسن ويمشي للفنال. هذا اللي كان قريب بارشة من نادي سفيقسي. حاسب رأيك قداش ساليرو يجيه تقريبا. اللي كان بشي يجي به لنادي سفيقسي اقل مشتر متاع البدري. هاو متش? اثناش نالف دولار وكاكا? اثناش نالف دولار. حاسب التقريب. حاسب التقريب. وفي الويداد قداش ياخو? ما عنديش فكرة. ما عنديش فكرة. ما عنديش فكرة. نتصور نتصور ما يخدش اقل ما تلاتين في الويداد. بالضبط. مدرب الويداد فندر بروكا وكانت نجمو تشوفوا معنا الصورة. رفقة وليد الراقراكي. والخبار انو وليد الراقراكي وكل اللي عبيب منتخاب المغرب ش يكونوا حاضرين في ملعب المباراة دعما لفريق الويداد. كي ما قلنا الناس كل من الجندة. ولا الويداد ايمن. الناس كل تخدم في مصالح الويداد في المغرب. الناس كل تخدم في مصالح المغرب مع مصالحة المغرب كي بعد نصف نهائي كأس عالم كامل الويداد تصور الصورة متاع المغرب بشتلمع اكثر فاكثر. راقراكي ما عندوش برش عملي خلال الويداد راقراكي قبل ما يشد المنتخب المغرب. هي روابت كبيرة مع الفريق الويداد اي. بلا سور. لأ ويعرف. رجاح حتمهدي النفتي تقال انو قدومه للويداد كان بنصيحة من راقراكي. بلنا من راقراكي بياشر. اللي حابين نقولو لك اللي دجا يعرف براتيك مول مج متاع الجروب متاع الويداد. دونك ينجم يعطي بعض النصاح ينجم يحب يحط يده في 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 الزيجة دين بعد ما ما حد زوزي دين في نصف نهاية كأس كأس العالم. دونك اه. مهاز الشامبين زيج هو دجا. مهاز مع فريق الويداد متعمين هاي متعمين هاي متعمين هاي متعمين هاي. تعني قلت لك. ثم كاملة في الخدمة بتاع كي ما قلت انتي قبيلة. المغرب قادة تقدم في خدمة كاملة. موم سايب حد شيء وازال. كانت كامل قد لك تهزة توا. وهي التوا الأقرب. عمور انا ك عندي انا خمسة خمسة أربعين. ام 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 انتعى للا لا لا لا. خمسة خمسة الويداد خمسة أربعين. مواشرات ايجابية في صالح الويدادة اكثر كل هاي. هادة كي ما تقول ام كل شيء انا ديما اقول ديما اقول حاجة ما تخلي حد شيء وازال كده في نها. أم كل شيء حتى الديتاي الصغير. بتاع بشتسكر باب بيب منفتيها ولا تخليها حاجية في رغال يتيت. مام ام ام تقول هيدا المشي بدلولي. ابان يزمك تعملوا حسب الكل. أم. وقدوم رق راقي مع فانتر بروك ما هوش محط ما هوش آآ ما هوش آآ بارازار جي ولكن فما حاجة ليش وفانتر بروك اللي فت انو قبلوا ماركي انو مو يسكروا على رويحهم موما في نار روتور جي مع كروسيالا ذي وموما ياسر في السيزان لا استقبلوا وتفهموا واحكيوا ما تصورش كان عادو بارشة شواء معنا يجي وليد راقي موش يقولوا ليه ولا ما تدخليش ولا ما تصورش لا لا فما دوتر دوتر يعملوا منها بوليميك ما يدخلي حد وما نقبل حد ويقول لك عاد الاجراء كان عينو كنا زوجي يسألم عليها تنصور انا وياه تصريح لمسؤول في الوديد طلال آآ قال استقبلنا بعت الاهلي بالورود رغم انو تعامل ما كانش بتلك التريقة في مصر الحقيقة تصريح غريب شوية لانو آآ الحقيقة مسؤولين الاهلي المصري معروف عنهم انهم آآ يفرحوا باللذيف وفهم حافية الاستقبال معناه انا الحقيقة استغربت شوية تصريح اذا يا محابد اي الاهلي يعني عند بروتوكول هو بيدو يعني عندو ناس آآ معاينة تستقبل الفريق الزير وتبعني وتلهابه وتترافقه للوقت التمارين ما نتصورش انو قصره في حق الوديد في ما شلاله. آآ كراويا آآ منزلت عن درايك انتي يعني للأهلي اقرب آآ اي من قال انو الوديد اغرب باللقاب انتي قلت انو سبعين بالمئة الاهلي المصري دون قعت عن درايك ولا بدلت شوية قعت عن درايك سبعين بالمئة الاهلي المصري تلاتين بالمئة الوديد اي من نتصوره بشيكون ماتش آآ كبير نتصوره بشيكون ماتش على اعلى مستوى عرس افريقي اياب نهائي التشامبينزليك تين واحد آآ نتيجة اللي ذهاب آآ نستنى ومباراة الاياب نهار لحد ان شاء الله في الليل في ملعب محمد الخامس نهار بعد نهائي التشامبينزليك الاوروبية ولو انو انا محمد سهرتين كراوية سهرتين ساعد اي انا ولو انو عندي ديمة الفكرة محمد انو آآ ممكن المسابقات الافريقية حق تلعب بالجمعة في الليل عليها جمعة في الليل بش تبعد على سبت ولا حد اللي هي آآ مخصة ممكن للبوتوليت الاوروبية عندك تلاثة ولا اربعة تشامبينزليك خميس اوروبا ليج نهار الجمعة مطلقاش متشويت شوك مثلا في الاوروب نهار الجمعة حق ما ممكن يفيك شيء ونرار الجمعة في الليل وافريقا صعيب باش صعيب يا صعيب وكانت راو جمعة بها برشا مرات نلعبوا جمعة نلعبوا بشا مرات جمعة مباراة الكبار بالجمعة فما بعد ضعبوا بالسبت ولا لبست حقها جمعة خلي يا جمعة خلي جمعة خلي جمعة وكهو عمل في بعض بلدين خلي جمعة ولا عمل فما المثل البث اللي تلفز يا زيزتي جمعة في الليل ممكن تحقق مبيعات اكثر يعني نتسوي خاطر ولونا الجمعة يبدون ما تشوي تعديهم ما ساعتين وانتي طاول الثمانية واختبش عدي يوم لك معادة يشوي مفهول نهار جمعة هنا ما عكرا في الفكرة دي خاطر اللي خلقني نهار سبت مباراة في تالة يتم تحديد او يتم تثبيت يوم لجمعة كليلة لكورة القدم الافريقية لكن بو مشيهو في شوي لكن دي ما نشوفي مباراة بس بتقاعدة والكاف مشرقة لحدة ذاني معمول بي في الفترة الاخيرة